بسم الله الرحمن الرحيم مناطق نشاط البراكين وتأثير حركة الصفائح في البراكين وأخذنا أيضا مناطق النشاط البركاني وطفوح البازلت في المملكة العربية السعودية وأيضا أجزاء البركان الرئيسية وأنواع البراكين ابقوا معي إلى نهاية الدرس سيكون هناك بعض الأسئلة المتوقعة للاختبار ما هي مناطق النشاط البركاني؟ مناطق النشاط البركاني كما ذكرنا في الصورة دائما أنها تكون مصاحبة لحدود الصفائح كما هو موجود الآن بالنسبة لي في المناطق التي يتغير لونها بين الأحمر والأخضر وذكرنا سابقا أن مناطق النشاط البركاني تكون موجودة على حدود الصفائح إما المتقاربة أو المتباعدة ويوجد حزامين كبيرين معروفة بحزام النار وهي موجودة حول المحيط الأطلسي والحزام الآخر وهو أصغر بقليل وموجود واسم حزام البحر المتوسط ويوجد 5% فقط بقع ساخنة لانفجارات بركانية منتشرة في الكرة الأرضية جميع العمليات المصاحبة لخروج الصهارة والسوائل الساخنة والغازات على سطح الأرض إذن ما هو النشاط البركاني؟ هو جميع العمليات المصاحبة لخروج الصهارة والسوائل الساخنة والغازات إلى سطح الأرض وهذه برضو كما ذكرناها سابقا لا يقتصر انفجار البركان فقط على الحمام أو الصهارة ولكن يوجد أيضا بعض المواد المصاحبة له تذكر وهذه مثل الإضاءات التي استعودت علينا في الدروس السابقة نحن نذكرها النشاط البركاني مرتبط بحركة الصفائح وخصوصا الحدود المتقاربة 5% فقط يؤثر أو يثور بعيدا عن الحدود الصفائحية النشاط البركاني عند الحدود المتقاربة نسترجع الآن بعض وأهم المعلومات الموجودة فيه وذكرنا أن الحدود المتقاربة تكون ما بين صفيحتين إما قارية وقارية أو أخرى قارية ومحيطية أو لاثنتين محيطية ولكن الأهم أن الثورانات البركانية دائما تكون مرتبطة ما بين تقارب أو الحدود المتقاربة بين الصفائح المحيطية والصفائح القارية كما هو موجود الآن بالصورة التي أمامنا أو بالصورة الأخرى التي تتوضح لنا مناطق النشاط البركاني الموجودة بين الحدود الصفائح المتقاربة معظم البراكين على اليابسة نجمع عن تقارب صفائح قارية مع أخرى محيطية وتمتاز هذه البراكين بثورانات شديدة الانفجار كما ذكرنا في الدروس السابقة بسبب نوع الصهارة الموجودة فيها وبالتالي لأثر عليها اللزوجة لاحتوائها على السيليكا بشكل كبير جدا وتفاعلها مع سخور القشرة الملاسقة لها الأحزمة البركانية ذكرنا سابقا أنه يوجد حزامان مشهوران جدا وهي تعتبر 90% من البراكين موجودة حول هذه الحزامين من البديهة أن تشكل البراكين سلسلة متتالية بما أن تكون فيه الغالب مرافقة للحدود المتقاربة وبالتالي فهي تشكل حزامين معروفين في القشرة الأرضية وأعتقد بناء على الدروس السابقة تكلمنا عنها بشكل كبير جدا وهي حزام حلقة النار أو حزام المحيط الأطلسي وحزام البحر المتوسط ويعتبر أصغر بقليل نرجع نشوف الأول وهو حزام المحيط الهادي وهو أكبر ويحيط بسواحل المحيط الهادي ويعرف أيضا بحلقة النار وأشهر البراكين التابعة له مثل ما ذكرنا في الدروس السابقة بين توبو الموجود في دولة الفلبين وحزام حوض البحر المتوسط وهو الحزام الفاصل بين صفيحة أوراسيا صفيحة أوراسيا وهي آسيا وأوروبا من جهة والصفيحة الإفريقية والصفيحة العربية من جهة أخرى هذا الحزام الأول أو ما يسمى بحلقة النار في بعض التسميات المعروفة له أيضا صورة توضيحية أخرى وأنواع ووماكن انفجار البراكين وثوراناتها وحزام البحر المتوسط وأشهر البراكين الموجودة فيه كما ذكرنا سابقا هو بوركام فيزوف الموجود في إيطاليا هذه صورة أيضا لبعض أهم البراكين والصورة حية لبركان فيزوف النشاط البركاني عند الحدود المتباعدة ذكرنا قبل قليل الحدود المتقاربة واسترجعنا جميع المعلومات وأهم النشاطات المصاحبة لها عند الحدود عندما تتباعد الصفائح عن بعضها تسمح للصهارة بالسعود كما ذكرنا سابقا لأنها تعتبر مناطق ضعف ولأن الحمام البوركانية كما ذكرنا كلما زادت العمق زادت ضغط وزادت درجة الحرارة وبالتالي في وجود أي مكان لضعف القشرة الأرضية تبدأ الحمام البوركانية بالتصاعد إلى الأعلى لأنها تعتبر مناطق ضعف وبالتالي تخرج الحمام البوركانية بسبب تباعد الصفائح عن بعضها البعض على شكل وسائد ضخمة كما هي في الصورة الموجودة عندنا بالأسفل يطلق عليها وسائد اللابة تمتاز خلافا للبراكين تقارب بأنها هادئة إذن الفرق ما بين البراكين الموجودة على الحدود المتباعدة والبراكين الموجودة على الحدود المتقاربة الحدود المتقاربة دائما تكون انفجاراتها عنيفة أما هذه إما أن تكون هادئة أو حتى بشكل انسيابات فقط مما يؤدي إلى تكون ما يعرف بوسائد اللابة هذه بعض أهم البراكين الموجودة في وسط المحيط عندما يعرف بظهر المحيط كما شرحنا لكم في الدروس الأولى براكين تتكون في وسط البحر الأحمر منطقة الحدود المتباعدة يذكر حدود الصفائح عندما ذكرنا الحد بين الصفيحة العربية والصفيحة الأفريقية أنه في منتصف البحر الأحمر يحدث انفصال وهذا ما يجعل المنطقة تتكون فيها مجموعة من الجزر الموجودة بسبب ارتفاع الحمام البركانية براكين البقع الساخنة المميزة في هذه هي تشبه إلى حد كبير جدا البراكين الموجودة عند الحدود المتباعدة ولكنها مختلفة أنها لا ترتبط أبدا بأي حدود للصفائح إذ توجد بشكل أو ما يشكل 5% فقط من البراكين المنتشرة على الكرة الأرضية وتكون بهذا الشكل تقريبا بحيث أنها تكون على فترات متباعدة وبالتالي مما يسمح إلى أن الصخور كما ذكرنا في الدرس الماضي أن ظهر المحيط في توسع وبالتالي فإن الصخور كلما اقتربنا إلى الشاطئ تكون أقدر بالتالي لما نأتي لهذا المنظر أو لهذه الصورة نجد أن الجزيرة الموجودة هنا أحدث من آخر جزيرة موجودة في سلسلة الجزر بشكل الموجود أمامنا الآن والسبب أن هذه الصخور تكونت أو الصخور المكونة لهذه الجزيرة تكونت قبل هذه الصخور الموجودة هنا المدأة الزمني لها كما ذكرنا جيولوجيا سابقا أنه قد لا يكون محسوس بالنسبة للإنسان لأنه لفترات بعيدة وطويلة جدا خمسة في المئة تقريبا من البراكين تتشكل بعيدا عن حدود الصفائح كما هي في البقعة الساخنة وذكرناها الآن وهي عبارة عن مناطق ساخنة بصورة غير عادية في ستار الأرض حيث يصعد عمود من الصهارة ذات درجة الحرارة العالية إلى أعلى في اتجاه سطح الأرض والسبب أيضا أنه هو سبب تشابه ما بين البقعة الساخنة والبراكين عند الحدود المتقاربة مناطق الضعف الموجودة مما يؤدي إلى تخفيف الضغط عن الحمام أو الصهارة الموجودة في باطن الأرض للخروج عن طريق مواقع الضعف هذه وأيضا تكلمنا عن طفوح البازلت في الجزيرة العربية وذكرنا أنها تشكل تقريبا الجزء الغربي أو موجودة في الجزء الغربي من اليمن في الجنوب الجزيرة العربية وحتى جنوب سوريا في شمال الجزيرة العربية صخور البازلت من الصخور ذات اللون الأسود صخور صلبة وقاسية من الصخور النارية وبالتالي تعتبر من أحد أهم الصخور الموجودة فيما يسمى بالدرع العربي وأطلق عليها كلمة الدرع العربي لأن الصخورة تتكون من نوعين إما صخور نارية أو صخور متحولة وهي أشد أو أقصى أنواع الصخور بسبب أن واساميتها قليلة جدا غير الطباقية دائما تكون متكدسة فوق بعضها البعض ومعلومة على السريع أو استرجاع لبعض المعلومات فاقنر لاحظ أنه كانت الجزر أو القارات عندما تقترب من بعض تكمل بعضها البعض وكأنها قطعة تركيب دمنا نأتي إلى الصخور بالنسبة للجزيرة العربية وصخور طفوح البازلت الموجودة هنا نجدها تنتشر في جزء من جنوب السودان وشمال مصر بما يعرف بالدرع النوبي نأخذ عينات من الدرع النوبي وعينات من الدرع العربي ويتم تحليلها نكتشف أنها نفس المكونات ومن نفس العمر تقريبا وهذا ندل يدل على أن الجزيرة العربية كانت في يوم من الأيام ملتسقة أو جزء لا يتجزأ من الصفيحة الأفريقية صورة أخرى توضح أنواع الصخور البازلت وامتدادها في جزيرة أو في قارة أفريقيا أو حتى ما يسمى جيولوجيا بالصفيحة الأفريقية هذه صخور البازلت الموجودة في المدينة المنورة أو موجودة بالضبط وهذه صورة مقربة للخريطة نلاحظ أن اللون الأسود هي طفوح البازلت الموجودة أو قريبة من المدينة المنورة ومدى قربها من الحرم المدني صور أيضا ذكرنا أو تكلمنا عنها لأهم البراكين الموجودة في المدينة المنورة وأحد أهمها وأشهرها هو بركان العيص أو ما يعرف بسلسلة القرن لأنها تأخذ شكل الهلال أو قرن في تسلسلها أو في تكونها الأجزاء الرئيسية للبركان ذكرنا أنه لكل بركان أجزاء رئيسية وأجزاء أخرى مهمة ولكنها تعتبر أجزاء غير رئيسية لأنها قد تكون موجودة في بعض البراكين ومختلفة في بعض البراكين الأخرى أحد أهم الأجزاء الرئيسية هي فوهة البركان وتكون دائما موجودة في أعلى القمة وتقع في قمة المخروض البركاني الجزء الرئيسي الثاني وهو قناة البركان وهي القناة أو القصبة التي تنقل الصهارة من الأسفل إلى الفوهة إلى الخارج وحجرة الصهارة بالأسفل والخزان يطلق عليها أحيانا في بعض الكتب خزان الصهارة وهي التي تكون حاملة للحمم البركانية إذن ارتباط الثلاثة فيما بينها متصل حجرة الصهارة، قناة البركان والفوهة البركانية مع العلم أن في بعض الكتب لا يعتبرون حجرة الصهارة ثابتة لأنها قد تنتهي بسبب انهيار البركان أو حتى انهيار القصبة أو القناة الداخلية المخروط البركاني يختلف باختلاف نوع البراكين فالبراكين الدرعية المخروط يكون أقل انحدار وأكبر في الحجم البراكين المخروطية يكون منحدر شديد جدا وشاهق ومرتفع وبالتالي يعتبر أحيانا أن المخروط البركاني ليس من الأجزاء الرئيسية ولكن يعتبر جزء مهم لوجود البركان وأيضا يوجد الجزء الأخير أو ما يسمى بفوهة البركان المنهارة ليست رئيسية لأنها ليس بالضرورة أن تكون موجودة في جميع البراكين الموجودة وعندنا هنا الصور لبعض الفوهات البركانية وبعض المخاريط الموجودة أو حتى حجم فوهة البراكين الموجودة واختلافها اختلاف حجمها بسبب اختلاف قوة الانفجار أو حتى استمراريته فبعض البراكين بسبب شدة الانفجار يدمر البركان بشكل كامل وبالتالي يكون إغلاق كامل له تصبح من البراكين الخامدة أنواع البراكين كما ذكرنا سابقا البراكين الدرعية هي أضخم أنواع البراكين الثلاثة قليلة الانحدار تمتد مسافات طويلة ما السبب أنها ضخمة وقليلة الانحدار السبب أن اللابة الموجودة فيها لابة بازلتية طيب ماذا يعني اللابة البازلتية؟ اللابة البازلتية معناها أن لزوجتها أقل وتتفاعل مع صخور القشرة بشكل أقل وبالتالي تكون الانفجارات أو الثورانات فيها هادئة مما يطي مجال لبناء طبقات أخرى وأخرى بغذ النظر أو بمقارنة مع أنواع البراكين المخروطية البراكين المخروطية أصغر أنواع البراكين الثلاثة شديدة الانحدار وشكلها مخروطي وواضح تتألف عادة من اللابة البازلتية اللابة البازلتية السيليكة فيها عالية من 50 إلى 60% تقريبا وبالتالي يكون الانفجارات فيها عنيفة جدا تتشكل عادة على أطراف البراكين كبيرة الحجم البراكين المركبة أكبر كثيرا من البراكين المخروطية ولكنها أقل من البراكين الدرعية تشكل جبالا طويلة وشامخة تأتي بشكل سلاسل تتألف من طبقات متعاقبة من تدفق اللابة بالتالي تجدها واضحة جدا في المقاطع لبعض أنواع المخريط البركانية تتألف من تعاقب من ثورنات بركانية عنيفة وثورنات بركانية هادئة سؤال بشكل سريع لدي الآن ست فراغات لأجزاء البركان أكمل الفراغات في الشكل التالي أول واحد وهي الفوهة اثنين المخروط ثلاثة قناة ثانوية وهذه من الأشياء الغير رئيسية أربعة الحمم تتدفق منها بشكل سلس ما يأتي فوق قريب للفوهة فهي الحمم البركانية في منتصف البركان هي القناة الرئيسية وأخيرا حجرة الحمم أو ما يسمى خزان الصهارة كما ذكرنا سابقا اختر الإجابة الصحيحة يطلق على حزام المحيط الهادي حلقة البراكين أم حلقة النار أم حلقة البازلت أم حلقة الصفائح الإجابة الصحيحة حلقة النار السؤال الآخر يطلق على النشاط البركاني غير متصل بحركة الصفائح بالبقع الانتقالية البقع الساخنة البقع المجهولة أم البقع الاستثنائية طبع البقع الساخنة كما ذكرناها سابقا أضخم أنواع البراكين هل هي البراكين النارية أم هل هي البراكين الدرعية أم هل هي البراكين المخروطية أم البراكين المركبة بالطبع هي البراكين الدرعية عادة في مثل هذه الأسئلة التي يسهل عليك الموضوع حاول تفرق ما بين الإجابات عندما يأتي سؤال عن أنواع البراكين مباشرة ما هي أنواع البراكين أنواع البراكين عندي ثلاثة أنواع هي البراكين الدرعية والبراكين المخروطية والبراكين المركبة بالتالي استبعد البراكين النارية ويبقى عندي البراكين المركبة والمخروطية والدرعية بالتالي استبعدنا إجابة فقلت احتمالية الخطأ لا قدر الله ولا سمح الله ثم تبدأ تستعرض أهم الميزات لأنواع البراكين البراكين الدرعية ذكرنا أنها الأكبر أو الأضخم في الحجم وبالتالي تكون ثوراناتها هادئة نفس الميزات التي ذكرناها بالنسبة للمخروطية وهي أشد انحدار وشاهقة الانفجارات فيها عنيفة البراكين المركبة هي براكين ما بين الدرعية والمخروطية في الحجم ثوراناتها عادة تكون متفاوتة ما بين الهادئة في بعض الأحيان والشديدة في بعض الأحيان الأخرى إذن ما هو أضخم أنواع البراكين البراكين الدرعية لأن ثوراناتها هادئة وسبق وأذكرني أن أهم ما يميزها أنها تعتبر الأضخم ما بين الثلاث أنواع من البراكين طفوح البازلت توجد وتشتهر بها مدينة الرياض تبوك المدينة المنورة أم الجوف أيضا نرجع ونفصل في هذا الموضوع البازلت هو من الصخور النارية والصخور النارية لا توجد إلا في الدرع العربي فقط الدرع العربي موجود في غرب الجزيرة العربية غرب الجزيرة العربية إذن نستبعد مدينة الرياض ونستبعد مدينة تابوك ونستبعد مدينة الجوف البعض قد يكون أن تابوك والجوف مقد تكون من الأجزاء الغربية الشمالية ممكن أن نتركها ونستبعد مدينة الرياض أشهر البازلت يطلق عليها حرات أو المناطق التي تكون موجودة فيها براكين هل يوجد براكين في مدينة الجوف أو تابوك؟ لا إذن نستبعد هذه ونستبعد هذه يبقى عندنا المدينة المنورة وهي الإجابة الصحيحة كان هذا درسنا اليوم والنهاية لمراجعة البركين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أمل أن نراكم إن شاء الله في باقي سلسلة دروس علم الأرض ترجمة نانسي قنقر